موسيقى حياكم الله أعزائنا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة معنا هنا في الأستوديو الشاعر العراقي الجميل حقا الأستاذ أحمد الطوقان حيا الله أستاذ أحمد حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد وهذه المرة وجها لوجه نلتقي بورك بيت القصيد وبورك من ضيفنا ضيافة يعني لا ننكرها وهذا اللقاء الثاني كنا في اللقاء الأول يعني عبر المنصة سبب أحداث كورونا وظروف الصعبة التي كان يمرون به العالم شاء الله وثم القدر يعني أن نكون ملتقين مباشرة معكم ولقاء الودي إن شاء الله نحن دائما نسعد بالتلاقي أكيد حتما وأن تواثق من فكرة أننا أصدقاء وأن كنا اليوم يعني في حضرة شاعر وأنا ألعب دور المقدم إلا أن الصداقة لا يمكن أن تكون في معزل عن هذا الجو الجميل من الشعر والمودة القائمة دائما حتما يعني العلاقة الأدبية والعلاقة الروحية يعني تتعدد العلاقات يعني ربما نكون حبيبين خارج الإطار جانب معين نعم ولكن في هذا الاتجاه يعني على حد سواء يعني أنا الأديب وأنت المقدم أنا الشاعر وأنت المقدم وإن كنت أنت الشاعر تسلم تسلم كثيرون الشعراء في العراق ولكن يقول قائل بعد ولكن ماذا تود أن تضيف قل ما تحب انطلاقا من فكرة معينتك للمشهد على الأرض هنا الشعر الجميع يعرف أن مدارس اللغة القديمة هي مدرسة الكوفية والمدرسة البصرية فالشعر نتجه هو من الحجاز نعم لغة العرب القديمة لكن نحن أهل القواعد وأهل الوصول وأهل التقعيد فربما أرى أن العراق أكثر بلد فيه شعراء لكن وأنت قلت ما بعد لكن نريد ما بعد لكن ما بعد لكن ويا ويلي مما بعد لكن بعد لكن يجب أن يكون محتوى للأدباء والشعراء في العراق وأنا أرى يعني كوني عضوا في اتحاد الأدباء أرى أن الاتحاد ليس فيه قصرة من جانب الدعم دعم الشباب أو دعم الشعراء دعنا نتحدث عن فكرة الشعر وهل هناك فعلا يعني حالة تستحق أن يشار إليها بالبنان في ظل كثرة الشعراء الموجودين أم أن الكثرة في العراق أيضا تجدها حالة مميزة وفريدة وإضافة للمشهد الأدبي ربما الكثرة الآن في العراق أخذت جانب السلب السلب ليس الإيجاب نعم لأن أولا الشاعر المرموق شعريا لا إعلاميا نعم لأن نحن في زمن الإعلام فربما نجد مغمورا في الأدب مرفوعا بقوافيه وبعباراته فلا نجد أن له في المجتمع دورا كبيرا إعلاميا أو كذا أو لنقول الإعلام ليس مسلطا للضوء عليه نعم بالمقابل غيره تجده ركيك جدا ربما عباراته وألفاظه ربما خياله ليس واسعا لكنه مشهور وله اسمه وفي كل المحافل والمهرجانات هو المدعو الأول هذه مشكلة مشكلة التفرير هذه المشكلة تقريبا موجودة في الوسط الأدبي على امتداد خريطة الأمة العربية يا أحمد ليست فقط موجودة في المشهد العراقي وإن كان المشهد العراقي يعني للأسف يعني مأزوم بحالة عامة يعيشها العراق منذ سنوات طويلة بسبب الظروف الصعبة التي أمر بها أهلنا في عموم العراق قبل الذهاب إلى الشعر نريد توطئة قصيرة عن أحمد صادق التوقان تقدمها لجمهورك وأهلك في العراق وكذلك إلى محبيك في مختلف العالم العربي تفضل يا أحمد أنا أحمد صادق فخري رغيان أو رغيان الموالي الطوقان الطوقان تحديدا هي يعني عشيرة أو قبيلة من قبائل الموالي يعني إمارة الموالي يعني إمارة كبيرة جدا فنحن الطوقان ربما يستغرب لهذا أعرج على هذا الموضوع ربما يستغرب من يسمى أحمد صادق الطوقان الحديثي العراقي يستغرب أن الطوقان نحن نعرف إبراهيم طوقان فدوى طوقان نابوسيين من فلسطين هذا يعني لا يمنع أننا تلتقون معهم ربما في جد ما نعم نحن لا يمنع أننا نلتقي نحن أبناء جد واحد فهذه لوحدها كنت يعني اتخذتها دلالة على أن أبين للناس أننا ليس بلاد العرب أو طاني من الشام إلى بغداني ليست كلمات مجرد كلمات لا فعلا نحن أبناء جد واحد بيننا هواصر دم وروابط مشتركة كثيرة وليس فقط تجمعنا اللغة والعروبة والدين تجمعنا أيضا الدم يجمعنا هذا ما جعلني أكتب الطوقان ربما ديواني الأول كتبت الموالي الثاني والثالث والمستقبل كله الطوقان إن شاء الله لها يعني تعبير خاص أرشو لك التوفيق يا أحمد خذنا إلى أولى قصائدك التي ستقرأها علينا في هذه الحلقة من بيت القصيد كلنا شوق تفضل يا أحمد لك أن تمسك الأوراق لا بأس نبتدئ بالصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا حق علينا أن نبتدئ بغيره حاشا وهو أعظم وأكبر من أن نكتب يعني نقول فيه شعرا هو أكبر من الشعر وأكبر من غيره هذه القصيدة عن فقرات في أخلاق النبوة مهما قلنا وأسلنا من مدادنا نظل مقصرين في حق جلالة النبوة تفضل يا أحمد محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعتصم محمد خير مخلوق أسائله من لي بشفع إذا ضاقت بي اللبن سادت بك الروح لما أرأتك هوت إلى هواك تقاد الأرض والسنم يا قائد الكون مختارا به هدمت مجامع الشر وانقادت له الأمم تراه يمشي إلى الصبيان يؤنسهم وقاد أقوى جوش النصر واغتنموا فكان يضحك من تلك الرزان إذا غارت عليه بعشق فيه قد وسموا نذود عنك رسول الله إن بنا خير وإلا فنحن الشر والعدم وفيك يا سيد الأخلاق قد وضعت آيات ربي وأنت الحق والعظم على قضايا الهدى فالموت يرفعنا لا خير في العيش إن ماتت به الذمم فأنت الله أحفظ على قضايا الهدى فالموت يرفعنا لا خير في العيش إن ماتت به الذمم فأنت أنت هوى العشاق يا سنن عليك تعلو ومنك الروح تغتنم فليس منك بكل الخلق أجمع محمد صفوة المختار والعلم هذا النبي هو الهادي وسيرته بها علونا وعنها قد هوى الأجم الله أجملك يا أحمد هذا الارتباط العالي في هذه الرسالة الخالدة يتجاوز فكرة حب الرسالة إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام أم هذا الرجل الذي ضحى هذا الرجل الذي بدأ دعوة بشخص بشخصه وانتشر في أرجاء المعمورة هذه الحالة التي تستحق لا أن يشار إليها بالبنان فقط وإنما أن تخلد أن تدرس في كل دول العالم غير الإسلامية قبل الإسلامية حالة الحب هذه لا يمكن أن تنطفئ أم أن المديح النبوي يمكن أن يصل إلى مرحلة من مراحل إغلاق الباب يا أحمد رأيك في هذا؟ قال شوقي ما كتبنا ولا نكتب شيئا يفي بقدر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب الشعراء شيئا بقدر أخلاق صبه الله صبا بهذا المخلوق اختاره الله قال والذي قليلا نخرج عن الشعر وإن كان هذا هو الأساس قال والذي نفسي بيده إن آدم يعجن في عجينته وأنا سيد الخلق فهذا الذي اختاره الله سبحانه وتعالى في هذا الشكل واجعله حبيبا وإن كان إبراهيم أمة فإن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمم فإذا كان هو أمم وكان هذا هو فما كتبنا عليه الشعر فكله ما لا في حقه حسنت يعني حتى أن هناك من قال لا أذكره قال إن كل ممدوح من مادحه يسعد به ويسعى إليه إلا من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو من يسعى إلى النبي بمدحه طبعا وهو الذي يكبر بمدحه للنبي لا العكس أحسنت يا أحمد الواقع الثقافي يحتاج إلى الاعتصام بالمبدأ هل ترى أن فكرة المبدأ والقيم والأخلاق لا تزال يعني محافظة وحاضرة تنافح بقوة أم أن هناك تحديات وهناك معوقات وهناك ظروف صعبة يعيشها الوسط الأدبي تجعل فكرة الحفاظ على القيمة والمبدأ والأخلاق مسألة صعبة أحسنت سؤال يعني دقيق جدا جميل وصراحة لا يتطرق له هذا السؤال كثيرا مسألة المبدئية لدى الشاعر نحن لدينا قسمان نعم القسم صاحب المبدأ والفكر والفكرة المعينة الذي يكتب شعره أو يسعى بها في حياته كلها هذا جانب الجانب الآخر الصنامية هي من المبادئ أيضا يعني ليست الفكرة والمبدأ وحده يعني وحده هو موضوع مبدئي هناك الصنامية عندنا في المجتمع من يصنع لنفسه مبدأ استفاد منه أو غير أو أنه خوفا من اتجاه معين أو كذا أو كذا صنع لنفسه مبدأ هذا مبدأ الصنامية فصار يسعى إلى هذا المبدأ أو يسير إليه أو يعبده إلى درجة ربما لا يكون مبدأا بقدر ما يكون مصلحة وانتفاعا تماما فهذه المصلحة تأخذه إلى أنه عدم يعني جديته أو عدم يعني أهليته لأن يكون جزءا من هذا المشهد الأدبي العام هذا المبدأ الذي قلت عنه يأخذه إلى أنه يعتقد هو مصلحة نعم يعتفق على هذا لكنه اعتقد أن هذا هو مبدأه هذا هو عماله فسعى إليه حتى جعله إماما وشيخا له طيب بصراحة فبدأ يقاتل عليه نعم بصراحة نعم ولن نقاتل على شيء الآن إلا من أجل الحقيقة حتما وحمية لما نؤمن به من قيم عالية وأخلاق لا بد من يعني أن تكون حاضرة دائما في مسيرة أي أديب رسالي إذا أردنا أن نشرح الواقع بعين يعني تبصر الحقيقة ألا ترى أن هناك تيارا للأسف بدأ ينمو ويكبر في الوسط الشعري العربي هذا التيار يسعى إلى هدم بعض القيام التطاول للأسف على الذات الإلهية وحاولة الانسلاخ من العقيدة والشعور بالعار مثلا من فكرة أننا عرب وأصحاب مجد ألا ترى أن هناك صوتا للأسف بدأ يصعد لأمثال هؤلاء كيف نواجهه أو ما المطلوب من أجل القضاء على مثل هذه الظواهر صراحة ولا أقول غيرها المجتمع الأدبي الآن يعاني كثيرا من دخول المتشعرين فيه لا نقول يعني لا نسيء لهم كل له فنه إن كان الفن الأدبي الذي أخذ من الغرب أو الإغريق أو كذا لا يعني أنني أتيت بفن أدبي أدخله في الشعر لنحدد الشعر تحديدا لأنه يعني مجال لقائنا فلا أتي بفن أغريقي مع احترامي للأدب الإغريقي وهو الرفيع العالي نحن نأخذ منه ما ينفعنا نحن نأخذ ما ينفعنا في الجانب الآخر الذي هو جانب النثر فلا أتي بنصوص نثرية أنسبها للشعر هذا أولا ولا أتي بأفكار إغريقية أضعها في مجتمع غالبه مسلم ولا نقول أننا يعني مجتمع إسلامي لا لكن الفرد نفسه ربما والغالب الفرد نفسه مسلم لكن ما يكتبه بعيد جدا عنه يعني ربما يوحي إلى أن فكرة التخلص من الإله أو فكرة التحرر من الدين وأن الإنسان مخلوق مخير يجب أن يخرج من دائرة التخيير الدينية أنت مسير الإنسان هو مخير خيرك الله تريد أن تكون هكذا وتريد أن تكون هكذا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني ليس من الداعي أن أكون داعيا لأن أكون داعيا للخروج عن إما أكون شاكرا وإما كفورا حسنت فأن أكون داعيا بأدبي أنه لا تكون مسيرا الله سبحانه وتعالى خيرك وأنت مخير في الحياة فهذا الأدب اللي نراه كثيرا في العالم كن حرا لكن لا تكون هداما دعاة أنت يعني اختصرت الكلام دعاة الحرية والأحرار يرون الحرية بمنظور آخر الحرية ليست الحرية النفسية الحرية الحرية من الإله هكذا يرونها للأسف للأسف إلى هزة النرد تفضل في حضرة إسطنبول نعم هزة النرد عنوان لمؤلف الجديد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لك التوفيق هل يصدق الليل هل يصدق الليل أم هل تكذب الصور وهزة النرد في الأقداح تنهمر وملتقى قلعة تجري على ثقة في ظل ذاك الذي بالله يأتمر أبدى فضاضت في أصداء رقعته فعادت الأرض نحو الله والقمر أضاف تاريخه من بعد ما ذهبت أرض بها انتسب الأحرار والدرر حتى بدت نخلة يحتلها قذر أمسى يسيسها الإلحاد والقذر فجاءها ذلك النسر العظيم فقط باءت بنصر به الإيمان يستعر باءت بنصر به الإيمان يستعر مرحى أيا صوفيا قد عدت مبتهجا في حظ إسلامنا والحق ينتصر في ساعة أردفت مرسى سفينتنا على شواط الهدى في العدل تنتشر وهزة النرد تفنى عندما سكبت آياتنا في رؤى التكبير تنحصر لن ينفع النرد لن ينفع النرد بعد اليوم يا عرب لتنصر الحق أو يرجمكم المطر على رؤوس بها الإيمان منقرض عودوا إلى منهج الإسلام يا بشر عودوا إلى منهج الإسلام يا بشر يا بشر باعتقادك ما هو أول ما ينبغي علينا أن نعود إليه في هذا المنهج حتى يصح عزمنا وتصح الطريق أول فكرة لعودة الإسلام المؤالفة بين المسلمين عدم التفريق بين هذا بين أسود وأبيض هذا أول ما قام به سيدنا النبي في وثيقة المدينة محاربة العنصرية محاربة العنصرية ليست بدعا من أوروبا وإنما هو أثر محمدي ثابت الدستور محمدي جعل المؤاخات أساسا بين الناس فإذا اعتقدنا أن الفلسطيني وأن السوري وأن القطري والإماراتي والسعودي وغيرا والتركي وكل البلاد التي تحوي شعوبا إسلامية هؤلاء إخوتهم فأنا أحب التركي المسلم المنضبط بإسلام ربما أكثر من العراقي المنفلت حين تكونها المرء بأخلاقه إذن بأخلاقه الأخلاق هي المعيار عليه الصلاة والسلام يروى بالأثر أنه قال الدين كله خلق حسنت إلى أم دجلة خذنا الآن أو إلى أم دجلة أو كيفما تعلبها أن تسميها لبغداد حق كبير علينا نحن مقصرون معها كثيرا هذه القصيدة هزة النرد قبل هذه يعني كتبت على عودة آياصوفيا وهي واضحة جدا لكن للتثيير للمشاهد أما هذه كتبت في أيام في أيام قريبة في أيام كورونا نعم لكن هل هي وخزة ضمير حينما قلت لبغداد حق علينا ونحن مقصرون فيها شعر حتما يعني أنا أرى أنني أنني خاصا مقصر مع بغداد أنني لا أكتب لها كثيرا ولا أسمعنا ما كتبت إذا لا بأس نعم ولا يعني ولا تجاوز جلدك ذاتك تجاوز جلد الذات واذهب إلى الكلمات بغداد بغداد والزمن القديم تكلمي هل بات نهر فيك ينزف من دمي يا أم دجلة كيف حال ودادنا قد كان ريح وصالنا من بلسمي قد كان يا قوت الوداد يضمنا ويردنا الإغداق دون تكلمي متلاطفا في جسر دجلة والجزيرة قد تضم هناك فيضة نغمي ويحيطنا جسر الأئمة اتفيض به المشاعر من يدي أو معصمي في تلك حطين الجمال رأيت من عفى العفاف بطيبها والمكرم وانساب من كرخ الجمال بريقها وإلى الرصافة للأمام تقدمي رشي نعيمك عند دائرة الهوى المنصور قد شهد الحضارة فانعمي بغداد يا بلد الرشيد منارة للخير دمت ودام فيك ومات فيك تضرمي حتى يد الأوغاد قد كسرت بمن هم أهل عشق للجمال المفعم كل الشباب بدوا بطيفك يطلبون الحق بالخيرات من متحكم وجرت فلول من شضاياهم هوت ودماؤهم تملى بأرض العندم يا ساحة التحرير حقن دمائنا خيرا ولكن حقنا لا تعدمي يا ساحة التحرير مجددا يا ساحة التحرير حقن دمائنا خيرا ولكن حقنا لا تعدمي يا ساحة التحرير حقن دمائنا خيرا يا ساحة التحرير حقن دمائنا خيرا ولكن حقنا لا تعدمي بغداد والزمن القديم تعال في قلبي وفيضي من هواك تقدمي بغداد يا نبع العراق تبسمي بغداد يا نبض العروبة فاسلمي بغداد يا نبض العروبة فاسلمي وليسلم الله كل بلادنا التي تستحق واقعا أفضل ولا شك في ذلك ربما ذهبت إلى شارع المتنبي يوما ما ولفت انتباهك شيء موقف معين صار من الواجب أن تفصح عنه الآن ما هو هذا الموقف أو هذا الشيء ربما الآن المتنبي حاله أفضل من قبل قبل سنة أكثر يعني ليس بعيدا حال المتنبي الآن فيه اهتمام يعني تغير الوضع لكن حين ذهبت قبل سنتين لنقول إلى المتنبي كان كان مليئا نحن نتحدث عن شارع المتنبي حتى يفهم متابعونا وأصدقونا العرب نعم شارع المتنبي لنالك أن نكون شارع أصدقونا أي مليئا حالي مليئًا ما فضل أنه وربما ده اضلاً في الوضع مليئك من هذا المتنبي جوانbe لم أردد ان ي Steven كنت كان من فضل الله أنه الآن تغير لكن كان مليئا بالنفايات وغيرها ونجد فيه نجد المثقفين الحقيقيين فيه كما قلنا بداية مغمورين يجلسون على الأرصفة يبيعون الكتب مغمورين ممسيين مهملين تماما تسأله عن أي كتاب أردت يجيبك غيبا بتفاصيله ويعطيك الكتاب الذي ربما يوافق ما تريد وليس هو ما أردت يعني هذا يعني أعتقد ويقينا أنه مثقف عالي الكتبات فلما هو يجلس على الطريق يبيع الكتب يتصدق عليه كاتب أن يخفض سعر الكتاب من كذا مبلغ إلى مبلغ أقل حتى يضغط عليه فيبيعه الكتاب وبعضها رأيت واشتريت كتابا من أحدهم كان يبيع مكتبته كان يبيع مكتبته كان يبيع كتبه الخاصة حتى أنه لدي كتاب تاريخ الأدب المعاصر من سنة كذا إلى كذا أو الحديث من سنة كذا إلى هذه الفترات مغمورة جدا في أيام الدولة العثمانية اشتريته كتابه الخاص يا الله هذا أنا حضيت بالكتاب لكن في الوقت نفسه حزنت كثيرا أن إلى أين وصل هذا المثقف أنباع مكتبته للأسف إلى شيء من الغضب ربما يقودنا هذا الحديث الآن ولكن اغضب شعرا هذا لنقل بين الغضبة والطرافة تفضل يعني أنه نمدح به حمارنا وهو ما يخص حمارنا هذا حماري جلكم الله هذا حماري منهما تقريري إذ بات يأكل في رؤاه شعيري إذ أورث الموروثة كمام الحميري وينزوي في كمه تدميري ما كان منه الخير في عمري وما جاء احتوى فرجي ولا تحريري فالخيل تحت النهر تبني أرضها وحماري المحموم تحت خريري فمتى حمار الحي يلحق خيلهم أم ظل يسعى تحت ظل حميري كابن النميري وإن أراد تبلغا بشعري لم يلحق بركب جريري كابن النميري كابن النميري وإن أراد تبلغا بشعري لم يلحق بركب جريري لا بل حماري ليس منه شهامة إن عاد يحفظ هيبة لنميري فهو البذيء وكل قول عنده ما جاء خيرا جاء منه نفيري أنهار خيل الناس فاض مياهها أما حماري جاء بالتقطيري يا ليته شد النطاق وليتني كنت ابتلغت عليه من مقدوري لكنه ضل الطريق وعافني فجلست أكتب مادحا بسريري هذا المديح له وإن قصرته خوف الحسود وشلة التقرير يا الله كأنك أشرت إلى ما يسميه كثير من العراقيين المخبر السري لكن لا نريد أن ندخل إلى هذا الباب ولكل قارئ أن يفك الغاز القصيدة كيفما يحب وحيثما يعني بالطريقة التي تنسجم مع أفكاره ووجعه الآن وقبل أن نخرج إلى فاصل أود منك إجابة واضحة على سؤال محدد ما الذي يريده أحمد الطوقان من الشعر؟ ما الهدف من الكتابة؟ سؤال صعب ليس صعبا بقدر ما سعة إجابة هذا المدينة ربما كان ملغوما هذا السؤال جدا هذه تعيدنا إلى البداية نحن خارج الإعلام نعرف بعضنا فأنت قصدت بهذا السؤال أحدثني أما ترجوه باختصار من الشعر باختصار أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى بالمحافظة على التراث الأدبي ومن ليس له ماضر ليس له حاضر ومستقبل أحسنت أنتقال من جهة معينة إلى ثقافة عالية إلى قلتها قبل قليل أن نتآخى المؤخات والتآلف الانتقال من واقع سيء إلى واقع أفضل أن نكون إخوة هي رسالة جميلة إيجابية رسالة سامية وعالية يا أحمد متواصلون لكن لابد أن نذهب إلى فاصل الآن إذن مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل أبقوا معا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات حالكم الله عزيزينا المشاهدين أهلا وسهلا بكم مجددا ولمن التحق بنا في هذه اللحظات معنا هنا في الأستوديو شعر العراقي الأستاذ أحمد صادق الطقان أهلا وسهلا بك أحمد مجددا أهلا وسهلا إلى القصيدة التي بين يديك تفضل قصيدة كف العطاشة كف العطاشة متى يلحق الركب الأليم فنركب على ناقة من مطلع الأمس تذهب متى متى يفتح السجف الذي قد رأيتها تطل ومن بين السجوف تقلب أطلت ومن فوق الرحال تحركت يداها وفيها وشمما يتعذب خضاب خضاب الهوى فيها جمال كأنه خروز اليماني خروز يماني الأصالة تسلب هيامي بها ما إن رأيت عيونها رمتني بسهم النائبات تصوب يمينا على قلبي أكون عشيقها بعمري ولا أسل ولا أتغيب هواها كأن البدر شق طريقه بليل ظلام ما به المرء يجذب أرى قلبها نحوي يحن وأشتكي أيا من سقيت اللب فيك يلبب وقلبي سلا من قبل عام رأيته يجر الوريد المنحنى ثم يقرب يرى سقط أفلاكي وجوهر مهجتي يغني بليل العاذلين ويعتب جثت كل آلامي على قيد خافق يملى بريح من هواها يعبب تقلى به كل الأمان وتنحني كثك لا تصيح الويل فيك يسبب وما إن رأيت الويل صاح مع الهوى ذروني وإني بالهوى سوف أتعب فقلت أيا ويلا كفاك تنزقا فإن الهوى من شدة الويل يعذب وما ساءه سوء ولا شاق نهجه كعدل كريم بالوئام يرتب وهذا لعمري إذ خيامك عاطشا نراه على كف العطاشا ليشرب فهل لا يكون المرتجا فيه واسعا يصب به الأحضان واللثم يصبب تعل بقلبي طعنة تعل بقلبي طعنة فوق سكتة أنام وأصح لا تمر وتقطب لكي يقتضى وحي وعندك نظرة بها قتل القلب المعنى يشبب هيام وتسبيح وعفة عابد إلى كفها تفدى إذا جاء أخطب جميل هيام وتسبيح وعفة عابد إلى كفها تفدى إذا جاء أخطب هي الخود والحور اللواتي رأينها لغرن على قد يميل يكعب لقد فطم الأطفال حين تبسمت وجفت ضروع الحلب ممن تحلب متى تطلب الوصل الذي فيه أوعدت ويقضى عشيري في لواها وأطلب متى يلحق الركب الأليم فنركب سويا ويعلو عشقنا ويعلو عشقنا يتوثب وفيها يرب القلب ممن وفيها يرب القلب وفيها يرب القلب من تتقرب وما بيننا يأتون منها لينجبوا فيا قارئا لا تحكم الحرف خلصة فإن لواء الزهد دوما يحبب فيا قارئا لا تحكم الحرف خلصة فإن لواء الزهد دوما يحبب لواء الزهد هذا ربما يقودنا إلى سؤال مختلف أنت ربما تؤيد فكرة الزهد بكل ما يشغلك عن كتبك دراستك علمك وشعرك لكن هل يمكن أن يأتي يوم ويزهد أحمد بالشعر؟ فتوقع ممكن أن تفرض الحياة هذا اليوم عليك فتزهد به؟ أنا بإذن الله تعالى وهو توفيق الله لا أزهد بالشعر كشعرا ولكن أنا نزهد بمعانيه وإن كانت هذه نحن انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة من موضوع إلى موضوع نعم انتقلنا إلى الغزل مباشرة دون أن نعرج إلى الانتقال فانتقلت إلى الغزل لكن ما يراه الآخر لا أريد به فكرة كانت حقيقية مرسومة وصارت في المجتمع حتى أنني خربت المجتمع بها هذه إنما هي أفكار جميلة يراد بها آخر القصيدة يراد بها تحسين الواقع وما بيننا يأتون ملء الحياة بالورود وما بيننا يأتون منا لينجبوا أو هكذا حسنت أحب يعني هذا العلاقة الرئيسية ما هي حكايته شفة الأيام شفة الأيام أنا معظم أشعاري أكتبها على خيال ربما تجدني أغازل بيضاء أغازل سمراء أغازل ربما يعني حتى التي لا تغازل ربما غازلت حجرا على قراءة الطريق تماما وغازلت قبل قليل حماري ومدحته أغازل يا رجل قد تقول لك إحدهن أو أحدهم تقول غازلت حماري وتتحدث عن مغزلة البيضاء والشق وجب الفصل هنا لا بأس هذا مدحا لحماري خذنا إلى شفة الأيام ونعوذ بالله من غضبهن تفضل على وسادتي بداية الوسادة الأحلام والخيال تفضل على وسادتي أشعاري هنا رهف تدون الحرف أحلاما بها العطف فأسأل الورد عن من غاب مطلعهم كأنهم قد نفوا في الأرض أو قطفوا ألقي على شفة الأيام معجزة تمر في خافقي تحوي الذين نفوا لما التقينا بلا عذر تركت يدي وصاح من خافقي شوق به الدنف مضنى معنى كما الولهان مضنى معنى يريد الوصل يربطه بخدك الحل طعم الآه يعتكف لما التقينا وكان البدر منبلج لما التقينا وكان البدر منبلجا والشمس آفلة والنجم يأتلف من تحتنا النهر يجري في معانقة مع الغيوم وفي كفيه تنعطف والريح تجري نعيق البوم يجذبها وفي خضاب كفوف الود نكتنف حتى مسكتك من جيد هممت به لثما فأوقفني صوت يقول قفوا أيقنت أني في طيف يلازمني وهكذا الذنب بالأشعار يقترف وهكذا الذنب بالأشعار يقترف كمن تتشبث يمناه بيسر بغداد هكذا أنت يا أحمد ليس خوفا عليها من التيه ولكن حتى تجد نفسك هكذا وجدتك في هذا النص الذي ربما يقودني الآن إلى سؤال أظنه ختاميا ماذا تقول بحق العراق الذي أنت جزء منه العراق الذي نموت وترارعت فيه وتنفست هواءه وشربت ماءه ولا تزال حافظا وده وعهده رسالتك إلى العراق وحدة واحدة من ينكر ابتداء من ينكر فضل من ينكر فضل الوطن الذي يعيش فيه فلا فضل له فيها ولا خير فيه ففضل العراق كبير جدا من بغداد إلى الجنوب أو الشمال والشرق والغرب لكن لا بأس من الغضب تعبيرا عن رفضنا لسوء الحال والواقع وطلبا إلى مآل أفضل وسعيا إلى حياة أحسن هذه أسمى قضية للشعراء أن يكون الشاعر الشاعر يسعى إلى تغيير حال المجتمع أحسنت هذه أسمى قضية ونحن لولا أننا نحب المجتمع ما سعينا وإلا سعينا لأنفسنا وهندامنا وانتهى الموضوع أحسنت إلى القصيدة الأخيرة أريد منك أن تسمعنا إياها الآن قبل أن نختم تفضل في الختام لا أختم قبل أن أقول قصيدة والدي رحمة الله عليه تعيش وأنني يعني مقصر بحقه أيضا وهو لا أختم بها إذا تفضل قصيدة تبشيرة الكفى رحمه الله تفضل ولأننا مقبلون إلى لأننا مقبلون إلى واقع لا مفر منه الكفى فأقول لا تقول مقبلين فالحياة مديدة بالطاعات والخير مزهرة بالكثير من الحسنات والنهاية وحجور الدنيوية والأخروية لكنها النهاية الحتمية ولكن نرجو أن تكون على خير وخاتمة حسن فاتمة تأخذنا إلى مآل خير لا وبالي شر تفضل هذا ما جعل ختام الجلسة هذه القصيدة أن كل ختام حياة هذا ختام توفى لنا أعمالنا هذه أعمالنا توفى في ذلك الوقت ما الموت إلا شبه باب يأخذنا إلى جهة أخرى حتما العمر إلى القصيدة العمر ينضي على طي من المحن كم مر فينا بأحزان على الحزن فكلما ضاق صدري كنت أذكره رباه ضاقت بنا الأيام بالزمن يفرج الكرب يمحو كل مظلمة فيهتني بالهدى قلب بلا وهني فكم بكيتك يا در الفؤاد وما بعدت عني كما ما كان لم يكني أسائل الشمس هل أعشيت في وضح وهل تكون سواع الخير في آمني وهل يكون أبي قد عاد يبسم لي كأنه جنة الياقوت والعدني يعلم الجودة جودة الأكرمين كما حطت سحابته في خضراوة الجنن كم كان يسأل عما كنت أفعله في جيئة أو ذهاب أو مع الوسني فكان يحرصه في آل له انتسبوا ويعلموا الآلة فرض الله والسنن يطوي على بيته حب الفقير وحب المستغيث له يفيه بالمؤني أفضى إلى الله من دنيا به سعدت فأصبحت ظلمة في الأرض في الوطن إليك يا در قلبي صارعت مقلي سيلا من الدمع في الخدين لم يأني صارعت من أجلك القلب السقيم وقد حطمت فيه من الأسقام كنت هني لأنني لم أكن إلا لتفخر بي فهل أخيب ظنا منك في الظمن فأنت من شاخة الأيام مذهبت آيات وجهك في الآهات من سكني وأنت مقدار هذه الأرض أجمعها ما تحمل الأرض من أرياف أو مدني فموعدي فيك لقي الله في أمني ننال من سيد الأكوان كل سني وموعدي فيك في ثوب البياض إذا حان الكتاب على تبشيرة الكفن حان الكتاب على تبشيرة الكفن نرجو أن تكون تبشيرة خير إن شاء الله وأن يربط الله على قلبك في هذا الفقد المؤلم جدا يعني أسفني أن يكون ختم هذه الحلقة فيه من الحزن ما فيه وهذا الأسى لكن أسى أن تكون هذه الذكرى ذكرى الوالد رحمه الله محفزا لك دائما حتى تكون على حال أفضل في ختم هذه الحلقة يا أحمد ماذا تحب أن تقول يعني في ختم القصيدة وذلك ما قلت أنا لا أخيب ظن والدي فيه إن شاء الله وفي ختم الحلقة في ختم الحلقة شكرا لكم على كل ما قدمتمه أولا العفو ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فشكر الرئيسي أن نشكر الله على أن جعلنا في هذا المكان أدبيا ومكانيا وزمانيا وأن نلتقي بهذه الوجوه طيبة شكرا لك يا أحمد والأمر الآخر أننا نشكركم على حسن الضيافة وحسن الأداء هذا واجب لنا لقاءات أخرى ستمتد والحياة كريمة بالقدر الذي سيجعلها تكرر في هذه اللقاء أو يجعلنا نرجو أن يغير الله حالنا ولا أقول حال البلد الفلاني أقول حالنا لأنني شكرا لك لحمة واحدة شاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصي في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاءنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات دائما كونوا في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة